وعملناها قبل كده ونجعد عموما هي حالة اشتباك وارتباك ما بين الاطراف التلاتة جهاز المنتخب اتحاده الكرة ثم ربطة الاندية انا بس مش عايز استهلك في اجتماع يوم الحد ان شاء الله مش عايز استهلك وخلص على لعبتنا الدوليين بكثرة المشاركات هم خد بالك قبل نوفمبر هم لازم هيكونوا شغالين معه في تصفات كاس العالم انا عرفش بقى ما عندهمش طرف الراحل في الفترة دي لكن اللي نقدر نقوله ربطة الاندية المحترفة في تشكيلها اللي تم اعلانه عندهم يوم الحد بحث شكل الدول نتمنى انه يزغلوا صوت العقل في ان احنا ننظم الدور الجاي بشكل استثنائي مرة واحدة مرة واحدة اعتقد المهندس عامر حسين موجود على الترابيزة وكان عنده طرح قديم عرضه على المهندس هنا ابريدة من 3-4 سنين في حكاية دوري ثم دوري صبر ودوري تحت نتمنى وهو قال ان انا عرضته قبل كده ومجلس المهندس هنا ابريدة كان معترض وما وفقوش انت النهاردة واحد فاعل في ربطة الاندية وكل السادة اعضاء الرابطة يهمهم مصلحة الكرة ومصلحة الاندية فنش فيه تنميح قالك شكل الدوري ممكن يتغير نتمنى انه يتعامل شكل استثنائي يختصر المدة شوية قدمنا احنا هنا اقتراح قبل كده نذكر به ولا خلاص ما هو اللي حاجة عام الحسين قال انا قايله من 3 سنين للمهندس هنا ابريدة اللي هو الدوري دور واحد من السبعتاشر اسبوع ثم عشر يلعبوا على المركز من واحد لتمانية والعشر الاخارة يلعبوا على البقاء وتحديد بقية المركز ومش عشر وما هيبقوا تسعة وتسعة اه يعني ممكن تقول تمانية وعشرة تسعة وتسعة تسعة وتسعة الفير تسعة تسعة فوق وتسعة 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 تسعة يلعبوا على اللقب من دورين وتسعة على من يبقى من دورين هين عدل هتوفر اه هتوفر لك يجي لأ دورين هتروح لنفس العدل لما تروحش لنفس العدل هو انت الاول هتلعب دور واحد من الثمانتاشر هدي سبعتاشر اسبوع سبعتاشر اسبوع لان انت ممكن تلعب كل اربع تيام ماتش خامس يوم تلعب لأ تقصد 17 اسبوع كرة بغض النظر المدة الزمنية ده هي المهمة كل المشكلة في المدة الزمنية فانت دي المجرد انك تقول من دول يتنفسه عليه ودول يتنفسه عليه او يتصرع عليه بعد كده حيبقى تسعة التسعة دول حيلعبوا 8 ماتشات 8 و 16 مباراة ولو حطيت هناك 16 مباراة في نفس الوقت ما لهمش علاقة ببعض يا براهيد انت دول مش هيلعبوا دول يعني دول مش هيبقوا عدد اسابيع زيادة بس حسبناها حسبناها مرة قبل كده طلعت هتوفر حوالي شهر ونص اعتقد كل المقترحات معروضة على مائدة ربطة الاندي انا تمنى ان هم يوصلوا لحل ينقذنا شوية من الجدول المضغوط غير الادام الحقيقة اللي بقاله كم سنة مش عارفين نخرج منه نحت disciplina مش عارفين نطلع بس